اندلاع حرب نووية لا يحتاج سوى إلى ضغطة زر واحدة روسيا تفعلها لكن في تدريبات تحاكي ما قد يحدث في ساحة المعركة حال اندلاع مواجهة مع الغرب موسكو تتدرب بل تستعرض قواتها النووية أمام أنظار العالم وبوتين الذي قال إن احتمال نشوب صراع في العالم والمنطقة ما زال مرتفعا للغاية بشددا على أن بلاده على علم بخطة أوكراليا لاستخدام قنبلة قذرة وفق تعبيره دورة قوات الردع الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية هذه تم خلالها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز القائد الأعلى للقوات المسلحة يشمل التدريب نظام صواريخ أرضي متنقل يرسل قوات الصواريخ الاستراتيجية وغواصة تحمل صواريخ نووية تابعة للأسطول الشمالي وطائرتين طويلتين تحملان الصواريخ من تراستيو 95 الخطوة الروسية تمثل تصعيدا جديدا الكريملين أكد أن التدريبات النووية تندرج في إطار التحضير لاحتمال التعرض لهجوم والكلام هنا يقصد به حلف الناتو بقيادة واشنطن دون غيره التدريب هو الثاني من نوعه هذا العام بعد الأول الذي تم في التاسع عشر من فبراير الماضي قبل خمسة أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التوتر بين روسيا والغرب يرتفع إلى منسوب غير مسبوق يهدد باندلاع مواجهة مباشرة قد لا تبقي ولا تذر بلال البجديني الحدث